والكبرياء لأنه اللي حصل مبارع في معهد الموسيقى العربية يحمل هذا العنوان دي ليلة القيمة والكبرياء قيمة الأهلي لما ينظم إزاي يقدر ينظم حدث يليق بالنادي الأهلي ويليق بمن يتم تكريمه اثنين من رموز النادي الأهلي الكبار كابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصفى منح هما الكابتن محمود الخطيب بالأمس قلادة الأهلي الزهبية تقديرا وعرفانا وامتنانا بمشوار كبير وطويل في العطاء للأهلي والرياضة المصرية كنت هناك يعني أنت عملت وقول لي سبتيني وروحت روسيا أنت سبتيني وروحت الموسيقى العربية مبارع طيب أنت سبتيني أتعرض أيوة لحيرة ما بعدها حيرة ليه أنا رايح الدكتور حسن مصطفى قال لي عاد لي هما دلوقتي عاديين يعملوا نظام أن كل واحد أنا أعدد حد يتكلم عني وكابتن حسن يحدد حد يتكلم عنه وعاديين فأعدت قبلها بيومين وراجع مع الدكتور حسن المعلومات الذي ينبغي أن تقال على المسرح مع أهم الصور وجهزنا كلام كويس بحيث أن أطلع أقول والبانوراما وراءنا الصور بتعرض خلفية تكريمات الدكتور حسن اسمها البلازمة بيسموها البلازمة فاشتغلت على كده وهو الراجل لحد الساعة 7 بتجيلي الصور من سويسرا لأن أنا ذكرته يا كابتن حسن أنت قبلت حسن مصطفى قبلت معظم زعماء العالم وكانوا بيستقبلوك بشكل دبلوماسي طبعا رئيس تحت دولة هوا بلاتر لما جاء قبل الرئيس عندنا ما قبلوش قبل الرئيس مبارك قبل كده أعتقد قبل كده لكن في 2004 ما قبلوش يعني مش بالضرورة هي ليه علاقة بمكانتك أنت يعني أنت الناس شايفك إزاي فكان زي قيوتنا النعمة ما كابتن عادل أو الزعيم عادل إمام كان يروح أي دولة عربية يستقبل أيضا لدى القيادات بتاعتها فجات لنا الصور أنا أول ما وصلت قالوا لا فيه تعديل بسيط يمكن يطلع كابتن حسن وكابتن حسن يتكلموا عن نفسه قلت لهم أنا قاعد شوفوا أنتوا عايزين مني إيه لأن أنا حسيت ساعتها طب ما كنت روحت مع أبرايب بقى في الله بعد شوية جوم قالوا لي لا كما كنت كابتن شوبير حيطلع هاستدعيك تتكلم عن المفاجأة بقى الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن الكابتن حسن حمدي قال لا عادل يتكلم عني وحطلع أتكلم عن الدكتور حسن فأصبع أنت بتجهز نفسك وترتاجل إزاء الموقف الجديد اللي الكابتن شوبير حيقول إيه وحيسيب لي إيه وأنا هطلع أتكلم إزاي وكابتن شوبير بصصلك في الكلمة بصصلي في الكلمة ومعتبر أننا أتأخذ منه أنا اللي يا أقبت منه محيسيب لكن الحقيقة هذا دويت تو وأنا والكابتن شوبير يارب إن كنا نقدمنا الصحية الواد بقى بالشكل اللي يليق بالقامات دي وكان يتوقعوها مننا وطبعا يعني هي بس اختضت حاجة انك اختصرت بعض التفاصيل اللي انت كنت عطيت لها تقولها على المسرح ما كانش عندك حرية بقى انك تقول كل الكلام اللي انت متوقعه والذكريات الشخصية اللي بتربطك بين ده و بين ده ازا كان في فرصة نقدر نستكمل بعض الأمور هنا ما انت لازم انت تقول لي يعني المحتفى به اولا كابتن حسن حمدي ايه اللي انت ما قلتوش عن كابتن حسن وكابتن شو بيه رح حرمك منه لانه هو فضل مستنيلك اول ما وصلت لنقطة قالك انا نطيت عليها جبتها اكملا اه فانت ايه بقى كنت عايز تضيف ايه لا انا كنت عايز اتكلم عن كابتن حسن حمدي اي اه يعني انا اتكلمت على الملمح بتاع شخصيته اي انه هو ادي ايه منظم و اديه مرتب و اديه بتاع لوائح و اديه بيعمل لنا ناسي وهو فاكر و اديه بيورطنا ان كل شيء لازم بيبقى مكتوب و يتابع من هذا المنظور و بعدين ان نجاحات اللي حقاها من خلال هذه السمات الشخصية اي اه انما يعني كنت عايز اقول ان كابتن حسن هو امتداد لبعض القامات اللي انا عاشتها و كيف كان الكابتن صالح يطيق فيه ثقة اه مطلقة و يعني يسمح ان هذا الكادر ينمو في وجوده يعني على عكس الناس اللي بتحصل في كل الاماكن رئيس المكان مش عايز حد يتوهج عليه لا ده الكابتن صالح سمح للكابتن حسن بهذا فيأتي الكابتن حسن يسمح للكابتن الخطيب بهذا واخد بالك المسألة مسألة انك انت بتشتغل للمكان فالثقة اللي كان الكابتن صالح اطلبه في لندن يقولي هو حسن رأيه ايه فاذا حسيت ما تقولوش رأيه غير لما تعرف رأيه اذا حسيت ان احنا متوفقين دهن ما حسيتش خليه كلمني و هكلمك على طول وكان دائما في دعم القرار اللي بيتاخده والدليل على كده هو قرار ايقاف 17 لاعب في 85 اتخذه الكابتن حسن بكل طبعا حرصه نمشي لأحيات اما اقولك رحت قلت للمجلس انا مشرف فوضوني صلاحيات سكرتير المدير الكورة عشان اقدر اخد بعض القرارات اللي خاصة بصلاحيات مدير الكورة وهو كان لو عمل ايه حاجة الناس مش هتقولي انت بتعمل ايه واخد بالك فييجي الكابتن حسن ياخد هذا القرار وهو متأكد من وفقة الكابتن صالح ودعمه لهذا القرار مش هيقدر حد يروح ياخد قرار تاني بالكابتن حسن بره الكابتن صالح بره هذا الاتجاه التناغم هنا انت القناعة بمبادئ الاهلي القناعة بتقاليد الاهلي القناعة ان انا لما اخد القرار الذي يتصق بتقاليد الاهلي حاجة دعم من رئيس النادي والعكس صحيح حتى يومنا هذا الناس بتشتغل بهذه القناعات فده اللي انا كنت عايز اأكد عليه وده اللي يوصل ان كابتن حسن حمدي يبقى سفيرا للرياضة من قبل مؤسسات دولية راح النمسي استلم هذا وطولة اليورو في النمسي اخترت سفيرا لليورو سفيرا لليورو اه 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 ده كان اه في بداية مجلسه يعني اي تقريبا يمكن الفين واربعة اه اه فده كلام معناه ان اه اه سمع سمع يعني انت لما تحصل الرابط بقى بين دكتور حسن مصطفى ما هو نجاحه المحلي في تغيير وجهه كرة القدم اه كرة اليد محليا هتحلن وخش عدوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولي اه يفوز لمصر بكسل كسل عالم الشباب هنا لا البداية بس اتكلم على البدايات انا ليه بربط الامور اللي ما درتش اشرحها وهذا الرابط انك انت اللي بيزكيك نجاحاتك المحلية ومرة سألوا العقاد المخرج العالمي مخرج الرسالة وعمر المختار اه السؤال التقليدي اه لما جيه مصر هو احنا ازاي الفن المصري يوصل العالمي قال له عندما تتفوق في محليتك لدرجة تلفت نظر العالم الى واقعك اذا التفوق المحلي وده نرجع تاني نقول هو متخب مصري امتى ما بتقول لي هيلعب من غير الدوليين لازم تتفوق محليا وده اللي حصل 2006 2008 2010 كان اقوى نصرك مش محترفين كان عدد المحترفين محدود في المنتخب وقتها نرجع تاني لتجربة الحسنين في هذا الامر ان تفوق كابتن حسن حمدي لفت نظر يبقى سفير اليورو ويروح النمسى يتقلد هذه في مراسم تقلده هذا اللقب يعني او المنصب يعني وبعدين تلف الايام ان يكرم بعد ان ترك موقعه كافضل رئيس نادي في افريقيا الكافي كرمه في اسيوبيا وهو الراجل مش رئيس النادي وقتها لكن تذكر انجازاته وعرف ان هي دي بتاعته الكابتن حسن حمدي كنموذج اداري خد مؤسسة جبارة زي الاهرام وعملها وضع اقتصادي من خلال الوكالة بفكره والتزامه الصارم بالنظام النظام النظام يعني ليه ما كنت قاعد معا ما تقولش كلمة الا موثقة فكان دائما هذا الاسلوب يقيك شر ان حد يطعن على اي قرر انت بتاخده وبعدين يسيب وراء مدرسة تقدم الخطيب بعد كده انه يقود النادي الاهلي بهذه المعايير وهذا الحرص وهذا التطقيق والاستناد الى التاريخ انا بقولك عشان كده بقولك استدعي تاريخك عشان ينجحك في مستقبلك تشوفوا استقبالها فما يجي كابتن حسن مصطفى بقى انه نجاحه المحلي يدخلوا اتحاد الدولي وبعدين يبقى رئيس اللجنة الفنية التي ترسم الخطة الفنية للاتحاد الدولي وتؤثر على دي صور وهو مع يعني بس ياليك كانوا كتابوا لنا عشان انا اعتقد ده رؤساء وزعون ده رئيس فرنسا وهنشوف له صور مع مادل اولبرايت مستشار النمسا وحنشوفه مع رئيس وزراء انجلترا في مناسبة اخرى وحنشوفه مع حتى في تونس لما راح يعني ده الفقمي يعني انا بس كان نفسي لان انا مش حقدر اتذكر كل لكن كل دول قيادات دولية وعالمية حتى ما سابش الصين ما سابش حتة لان الدكتور حسن مصطفى من خلال شغله بقى في الاتحاد الدولي عمل ايه نقل تجربته المحلية انه نشر اللعبة اللعبة دي كانت في اوروبا اسياد وعلى استحياء شوية في ايه في افريقيا لكن لما راح قدر يرفع المستوى العام لافريقيا قدر يرفع المستوى العام لاسيا قدر يرفع المستوى العام لجنوب امريكا اللاتينية امريكا الجنوبية امريكا اللاتينية النهاردة انت لما بتشوف فرق البرازيل مثلا الارجنتين ما كانتش بالمستوى ده لدرجة انه اول مرة وهو عدوا بالاتحاد الدولي من 2000 بعد كده لمدة شوف كم سنة بقى لما لا من التسعينات ل2000 لما قرر اترشح رئيسة للاتحاد الدولي هو نزل قدام مين نزل قدام وزير خارجية النمسا يا جماعة المناصب الدولية في رئاسة الاتحادات واللجنة الاولوبية الدولية دي بياخدها ناس اغنى ناس في العالم لانها عايزة مجهود وانفاق رهيب فهذا العربي اللي راح على لعبة يعني اسيادها في اوروبا عشان يرأس الاتحاد الدولي حاجة وخمسين اتحاد اوروبي معظمهم مش معاه مين اللي جاي صلح لنا العمل الفني في لعبة احنا الاسيادها يوم ينجح ينجح بنافسة قوية وبعد كده يصل القناعة انه ياخد الرئاسة مرتين بالتسكية خلاص سلموله ما حدش هينزل ضدك يا عام اللي انت عملته في كورة اليد على المستوى العالمي يسمح ان انت تستمر الى حين اشعار اخ يعني هو دلوقتي من 2001 هيوعد اربع سنين اخرى يعني ممكن يبقى الدورة الجاية دي هتبدأ في نوفمبر لسه اه اه في نوفمبر يعني في نهايتها هو دلوقتي 21 سنة هيبقى 25 سنة ربنا يدي له الصحة والعمر اي يعني ربع قرن مين عمل كده على المستوى العالم في اي لعبة في اي اتحاد حتى على مستوى اللجنة القلومبيل اللي كان سامرانش محتكرها ما حصلش هذا الكلام فانت لما تيجي تكرم واحد ده خريج مدرسة الاهلي اللي انا بشباه خلاص بهارفرد ارقى جامعة في العالم انك انت تبقى مدرسة بتخرج اه اه مواطن مصري اه يخرج عشان يبهر العالم على المستوى الاداري الكابتن حسن حمدي وكابتن حسن مصطفى لا اه يعني كان يعني احنا 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 يعني بتربطنا بعض علاقات من واحنا لسه محدش فينا حقق حاجة يعني انا كنت عقب يعني اول واحد اه 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 عنده مجلس ادارة سنة ستة وسبعين كان لسه كابتن حسن حمدي مبطل اه اه وجه مديرا للكرة عشان يتجاوز اه بانه يعمل لوائح وينظم الدنيا ويسبق عصره في دعم عناصر الاحتراف في النادي الاهلي اه يبتدي يحط فكرة الرعاية من خلال اه رعاية فريق كرة القدم ثم فريق كرة القدم والالعاب الرياضية ثم من خلال عمل الاعلانات والبس التلفزيوني ثم 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 طور على مستوى الكرة المصرية اه من خلال تواجده في اه يعني مع الفطرة بالذات اللي كان فيها موجود مع الاستاذ مندوع عباس في لجنة الاندية اه لا عمل عمل حاجات كتيرة جدا خلت قفزت بالرعاية للاندية وكان دايما تمال يوام يشتغل النادي الاهلي يفكر في الاندية اي وازعوا ان بعض الاندية ما خدتش الفلوس اللي كانت بتاخدها خلال تواجده النهاردة اي الناس دي يا جماعة يعني لو نتأسى بيها في بعض المؤسسات الاخرى تنهد بيها جدا مؤسسات ما اقصدش الاندية اقصد مؤسسات الرياضية الرياضية اه الفكر هو نوع من الفكر والكبرياء والامانة والالتزام والعمل الدقوب وعدم الغلاق على الذات ان نشوف مصلحة مكاني وبس كل دي دروس خدناها من هؤلاء العظام الذين يستحق التكريم اللي حصل وما هو اكثر طيب الاتنين واحنا بنشير على سمات مدرسة الاهل الادارية الاتنين نموزاجين اشتركوا في القناة